الحكومة والنواب والأعيان بين الحل والتمديد وعلاقة ذلك بموعد الانتخابات وأثره الدستوري على التشكيل الحكومي وعلى مجلسي الأعيان والنواب مع انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأمة في السابع والعشرين من الشهر الحالي الذي يوافق الأحدى المقبل السيناريوهات المقبلة نقرأها مع الفقه الدستوري الدكتور ليث نصراوين دكتور ليث مساء الخير مساء الورد أهلاً وسهلاً بك في نشرة أخبار رؤية دكتور ماذا سيحصل؟ ما هي السيناريوهات المقبلة؟ نعم مساء الخير عزيزي الأيام القادمة ستكون مليئة بالاستحقاقات الدستورية هذه الاستحقاقات ستطال السلطة التشريعية بغرفتها الأعيان والنواب بالإضافة إلى السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء بداية إذا ما أردنا الحديث عن مجلس النواب نقول أن هناك سيناريوهات عديدة منعها دستور الأردري لجلالة الملك على مجلس النواب بقي منها سيناريوهاني اثنان السيناريو الأول هو أن يتم حل مجلس النواب الحالي قبل يوم 27.09.2020 أو حتى يوم 27.09 هذا السيناريو له استحقاقات دستورية أهمها استقالة الحكومة الحالية خلال أسبوع من تاريخ الحل فبالتالي السيناريو الأول هو سيناريو مباشر واضح لا يحمل أي تشابكات أو أي ارتباطات دستورية تصدر إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب تستقيل الحكومة خلال الأسبوع حسب المادة 74 على 2 من الدستور طبعا إذا استقالت الحكومة سيتم تكليف حكومة ثانية بديلة عنها لكن هناك قيد دستوري يتعلق بشخص رئيس الوزراء لا يجوز تكليف رئيس الوزراء الحالي بإعادة تشكيل الحكومة هذا حسب نص الدستور يعني السيناريو الأول هو صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب حتى يوم 27 يعني من هون إلى يوم 27 ممكن تصدر هذه الإرادة الملكية السامية ويحل مجلس النواب وعليه تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع يعني إحنا ممكن من هون الأسبوعين نودع حكومة الرزازة نعم خلال الأسبوع السيناريو الثاني هو سيناريو أكثر تعقيدا أكثر تشابكات يحمل أكثر عديد من تشابكات دستورية هذا السيناريو هو أن يأتي يوم 27 تسعة ولا تصدر إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب ماذا سيحصل؟ في هذه الحالة نستعرض المادة 68 على 2 من الدستور فتنص على أن يستمر مجلس النواب الحالي إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد وهذا ما يعرف في الدستور الأردني بمفهوم التمديد الضمني أو الحكمي لمجلس النواب الحالي ماذا عن مجلس الأعيان والحكومة؟ إذا لم يحل مجلس النواب الحكومة ستبقى مجلس الأعيان هناك أيضا استحقاق دستوري يتعلق به هو أنه في 27 تسعة 2020 تنتهي مدة مجلس الأعيان الحالي طبعا المشرع الدستوري أو الدستور الأردني عامل مجلس الأعيان معاملة مغايرة عن مجلس النواب بحيث أنه لا يجوز تمديد مجلس الأعيان لا يستمر بالعمل نفسه لا يستمر لا يجوز هناك تمديد لا تمديد صريح ولا تمديد ضمني إذن بحاجة إلى إرادة ملكية بإعادة تشكيل يجب أن تصدر إرادتين ملكيتين إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس الأعيان وإرادة ملكية بتعيين رئيس مجلس الأعيان هناك إرادة بتعيين رئيس مجلس الأعيان هناك من يقول أنه يمكن أن يحل مجلس الأعيان اليوم أو يوم 27 ويتم الانتظار حتى تشكيل مجلس نواب جديد لكي يتم اختيار أو إعادة تشكيل مجلس الأعيان حقيقة أنا أرى أنه يجب أن لا يغيب مجلس الأعيان عن الساحة الدستورية الأردنية عندما يحل مجلس الأعيان في 27 تسعة يجب أن يعاد تشكيله ويجب أن يعاد تعيين رئيس لمجلس الأعيان السبب في ذلك هو أن قانون الموازنة الأردني في المادة 13 منه تعتبر رئيس مجلس الأعيان هو وزير المالية لغاية تنفيذ قانون الموازنة هذا يعني أنه لا يجوز أن يغيب شخص رئيس مجلس الأعيان عن الساحة الدستورية والقانونية لغاية تنفيذ قانون الموازنة تشابكات كبيرة لم يحل مجلس النواب طيب ماذا على الانتخابات ماذا سيحصل كيف سيستمر المجلس حتى الانتخابات المقبلة نعم السيناريو الثاني حكينا إذا هو لا تصدر إرادة ملكية سامية ولا يحل مجلس النواب يستمر مجلس النواب استمرارا حكميا لكن هذا السيناريو يحمل في طياته تشابكات وتعقيدات دستورية أهمها 11 بدأ الدورة العادية الخامسة لمجلس النواب الحالي نعم فهذا يعني إذا ممتد مجلس النواب امتداد ضمني لابد من التعاطي مع تاريخ 11 من خلال إما أن تصدر إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة الحالي إلى دورة عادية خامسة أو أن يملك جلالة الملك الحق بأن يرجع الدورة العادية الخامسة مد لا يتجاوز شهرين لهو حد 1-12 فهذا أيضا استحقاق دستوري يتعلق في حال عدم حل مجلس النواب خلال 48 ساعة القادمة ندخل في طبعا هناك استحقاق دستوري آخر يتمثل بأن رئيس مجلس النواب الحالي ستنتهي مدة الدستورية في شهر 10 أو في شهر 11 من العام الحالي لأنه تم انتخابه في عام 2018 ومدة رئاسته هي سنتين تنتهي في عام 2018 في حال تم تمديد مجلس النواب الحالي يعني يستطيع المجلس وهي أمور داخلية أن يجري انتخابات لانتخاب رئيس للمجلس هذا إذا قرر جلالة الملك دعوته إلى الاجتماع نعم لم يرجع نعم إذا تقرر الإرجاء يختلف الوضع تماما لن يكون هناك مجلس نواب طب تأثيرات استمرار مجلس النواب على إجراء الانتخابات القادمة نعم هناك نقطة في غاية من الأهمية نحن حكينا السيناريو الثاني أن مجلس النواب لا يحل يستمر مجلس النواب حسب المادة 68 على 2 إلى حين إجراء انتخابات جديدة لكن هناك تقاطع قانوني ودستوري في غاية من الأهمية هو 16-2020 هذا التاريخ وتاريخ بدأ الترشح للانتخابات النيابية القادمة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب نعم الأخبار والتقارير الصحفية تشير إلى أنه أكثر من مئة نائب حالي سوف يترشحون للانتخابات النيابية القادمة وهذا حق دستوري للجميع بالترشح لكن إذا ما بقي مجلس النواب قائما وترشح أولئك المئة نائب سيكون لدينا في الأردن نوعان من المرشحين مرشح نائب حالي نعم ومرشح مواطن عادي وهذا يشكل مخالفة في المراكز القانونية للمترشحين أمام قانون الانتخاب ويشكل مخالفة لأحكام المادة ستة من الدستور التي تنص على أن الأردنيين متساوون في القانون ولا تمييز إليهم لا يمكن أن أجري انتخابات طب يعني بس نوقف شو عن نقطة الأردنيون متساوون في القانون يعني كيف بدها تتأثر الانتخابات إذا في نائب مترشح حالي موجود في المجلس ويعني شخص مترشح لكنه مش نائب عامل قد يقول البعض أن هذا النائب المترشح لا يجلس تحت القبة لا يحضر جلسات و لا يتمتع بحصانة هذا الكلام سليم لكن النائب المترشح ما زال يملك صفة النائب ما زال له امتيازات كيف ستؤثر يعني على الانتخابات كيف سيؤثر على صالحه هذا النائب يملك أثناء فترة ترشحه أثناء فترة الدعاية أن يمارس رقابة سياسية على الحكومة له الحق أن يواجه أسئلة له الحق أن يواجه استجوابات بمواجهات رئيس الوزراء والوزراء هذا النائب المرشح له أثناء فترة ترشحه أن يجتمع ضمن اللجان النيابية ضمن الكتل النيابية وبالتالي نحن نتكلم عن عدالة انتخابية هذه العدالة انتخابية تفترض هل أنت بتشير لأنه ممكن يعني يظهر بقوة بشكل قوي أمام الناخبين حتماً حتماً سيكون هناك نوع من عدم المساواة بين النائب المرشح وبين المواطن المرشح أمام جمهور الناخبين ما منسى كمان أن النائب عنده ابتيازات يتعلق بالسيارة اللي بركبها تواصله مع الدوائر الحكومية الخط المباشر اللي بيفتحه مع الوزراء والأصحابين ممكن يدعم حاملته الانتخابية بشكل حتماً هذا حتماً سيؤثر على العدالة الانتخابية بين المرشح فنحن نتمنى يعني إذا لم يحل مجلس النواب خلال يومين القادمين وأصبح هناك امتداد ضمني لمجلس النواب أتمنى أن يحل دكتور هل يعتبر النائب موظف في القطاع العام؟ النائب ليس موظف ليس موظف نعم هي الاستقالة كما وردت في المادة 60 من الدستور تنص على أن الوزير والموظفين القطاع الحكومي والبلديات لكن الفلسفة الدستورية تفترض على النائب أن يستقيل لكي يحقق عدالة انتخابية بالانتخابات نعم يعني إحنا بانتظار ماذا سيحدث في الأيام المقبلة أشكر حضورك اليوم معنا في نشرة أخبار رؤية دكتور ليف نصراوين الفقه الدستوري شكرا جزيلا لك أرسال فيك شكرا جزيلا لك